أثارت تصريحات المستشار النمساوي كارني هامر حول حرية التعبير والكلمات الإقصائية اهتماما واسعا وأكد ني هامر أنه لن يحرم أحدا من الكلام مشددا على أهمية حرية التعبير جاء ذلك ردا على نقد رئيس الجمهورية أليكساندر فاندربلن بشأن لغة التحريد حيث أصر المستشار لعدم وضع قيود على حق التعبير وحذر من التطرف واعتبره غير طبيعي بغض النظر عن اتجاهه وشدد على دعم وحماية حقوق الأغلبية والملتزمين بالقواعد الاجتماعية وعلى ضرورة الحفاظ على حرية التعبير كقيمة أساسية اشتركوا في الجميع